في الكابتن حمادة عبد الباري المدير الإداري لكرة اليد بنادي الزمالك بنصبح على حديثك كابتن حمادة صباحك زي الفل صباح الخير يا فرح صباح الخير أهلا بحضرتك منورنا يا كابتن حمادة وطبعا كنت لسه بتكلم في بداية الحديث مع كابتن ياسر بقول يوم مش سهل أبدا عليكم جميعا يعني على الجهاز الإداري على اللعيبة من بداية اليوم كده بيكون يوم متعب عصبيا وفكريا كثرة التفكير التاكتك هيكون عامل إزاي اللعيبة مستعدية نفسيا خصوصا إنه كنت بتكلم طبعا مع كابتن ياسر إنه بالتأكيد البطولة لما بتكون على أرض المنافس بتكون مهمة جدا 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 لي يعني البطولة منظمها نادي الأهلي وعلى أرضهم هل ده عامل من العوامل لنادي الزمالك عامل حسابها كويس كابتن حمادة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نادي الزمالك عامل حساب الجميع العوامل حتى ملعب حتى يعني عامل الملعب هم 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 هو لم تدقى فرقة كبيرة فرقة محترمة بدأ بتلعب على ملعب فرقة دعمت نفسها آآ بلعبين وزي الكابتن علي زين وده برضو قوة بيزيف قوة للأهلي هم ونفس الكلام برضو يعني بيدعموا الفرقة وربلعب تقريبا دعموا حد تاني من للشمس الا آآ يعني دي مسلا آآ كل فرقة بتعمل حسابها على أنها عاوضة تكسب المباررة المنادي الأهلي هو المنظم البطولة كمان ما تقريبا يعني لازم نستعرف ان هو اللي بنظم البطولة المبرع على ملعبه دعم فرقته عنده 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 انت عاشه في الهند بقول على اساس الثلاجة واخد بطولة الدورية وبطولة الكاس صحيح ورده دي تجيله كل الأفضلية الأفضلية طبع لكن نادي الزمالك هو نادي الزمالك فكرات الياج مم يعني نادي الزمالك الفرقة فرقة ان شاء الله يعني يعني يمكن تبقى تمرد ولا تموت مم ولو بصنا للمشاة احنا خسرنا بأدينا يعني احنا خسرنا بأدينا مم لكن ان شاء الله الفرقة معاهدة نفسها على البطولة دي مم وعايز اقول لك هم عايزين العبوة يعني حتى لما قم قالو نعتزم هم عن الاشتراك اه والناس قالت ان احنا ممكن كيمت الاشتراك بتاعة البطولة دي بتاع البطولة اه نديها دا اعمل نديها دا اعمل الفرقة على أساس الدواء من مستحقاتها اللعيبة رفضت هذا الكلام قد لأ هنلعب هنلعب البطولة رغم أن ده ممكن يكون مأثر على المستحقات اللي ياخدوها في التوقيت ده أيه بالظبط كده صراحة كان أحمد شيء محترم جيد أستاذ أحمد مرتد اللي هو المشرف على العلعب الصلاة جاء قعد مع الناس وقال له هذا الكلام لكن المشكلة مش في كده المشكلة النهاردة ممكن تكم انبارح كان ديوم جميل جدا في النادي الأهلي فصراحة ناس استقبلتنا أحسن استقبال خيال بس عشان ما برضو هنا الكلام يعني النادي الأهلي نهاردة انبارح استحبتنا أحسن استقبال وجمهورنا كان جمهور محترم لما دخل ما فيش أي شائبة حضرت المباراة لكن النهاردة خلي بال حضرتك النهاردة مباراة بين الزمالك والأهل على ملعب الأهل هنا المشكلة عاوزين نظهر قدام الناس كلها بمظهر طبعا مشارف لا اقوى مشارف دائما للكرة اليد طبعا طيب لو روحت ما خذلك كابتن حمدا للاستعدادات عاملة ازاي يعني شفنا تدعيم حماصة محمد بجدي متواجدين حاليا من السفقات الجديدة داخل نادي الزمالك الاستعداد عامل ازاي؟ هل في اصابات داخل نادي الزمالك؟ هل في امور جديدة ممكن تكون بيتم الاستعداد لها سواء كان طريقة لعبة مختلفة بعد التدعيمات؟ طيب الحدوطة ماشية ازاي داخل الفريق؟ وبقى الحدوطة ماشية هي مش حدوطة اه تعالى حماصة نضم لنا من ايمة اربع اربع ايمة وامحمد مجدي نضم لنا من ايمة يومين بالزبط لانه كان هو مجند اساسا اه وخرج يعني اه يعني اللعيبة كلها متعادعة لان المدرب عادنا معاه يعني الناس عادنا معاه ونكلمناه بعض الامور الخاصة بالفرقة وبعض اللعيبة اللي هو ما كانش بي لعيبها قبل كده اه يعني والناس كلها يعني يعني الناس كلها على قلب رجل واحد في المباراة اهم منظومة بطول كلهم اللعبين على هم مجمعين يفسهم كويس اه بيتكلموا مع بعض كويس اه اي حد جديد بيخش معهم اكنوا في الفرقة بالزبط اه وربنا يوفق ان شاء الله محمد ان شاء الله ان شاء الله على كل حال نادي الزمالك يعني عشان برضو ايه جمهور نادي الزمالك ماي 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 مايزعلان قوي مايحبطش مايكونش في احباط اه اه احباط انا بقول حضرتك المباراة مش اه فلان الفلاني او موجود او مش موجود اه احنا بذلنا كل الجن ان احنا نجيب لعيبة على مستوى اه محترفين ظروف ظروف الدوريات العربية اللي فيها اعجاني كويسين اه انه هي بدأ في نفس الفترة معانا اه دلوقتي بانهم شهر الرمضان اه كانوا مايلعبوش خالص فبالتالي اه بدأوا الدوري والكاسب يعني نقاييات الدوري والكاسب بالنسبة للبطولات في البطولة في الدولة العربية اه بدأت لنفس الفترة التوقيت بطولة افراق اه اه كنا حنجيب اسامة الرميكي كان عايز يجي بجد لكن المشكلة في اسامة الرميكي اولا هو جاي يلعب مصر السوبر بس اه فكان جاي يلعب مصر السوبر لكن احنا مش هيمش بالحتة يعني احنا كنا عاوزين نلعب الدوري كله ورغم ذلك قلنا حنجيب يعني قلنا نجيب اسامة الرميكي اه ظروف البطاقة الدولية بقى بتعاندك السبت اه الخميس كان اجازة الجمعة كان اجازة السبت اول مباراة لحد المهارة ما تلحقش الحد طبعا انتعان البطاقة تيجي اه البطاقة تيجي وخاصة كمان انك بتدفع في البطاقة دي ورسوم عن طريق البنك البنك يقوم السبت كمان اجازة يقوم خميس وجمعة وسبت اجازة وماتش حد كان الموضوع صعب طبعا لضم العافظ اكيد لكن الفرعة بصراحة بتتمرن كويس قوي والحمد لله وربنا يوفق الجميع ان شاء الله تحين احنا بنشوف دايما ده لم الشمل وبنشوف الحالة اللي حراك بتتكلم عليها يا كابتن حمادة مجهود الكبير جدا سواء اذا كان من خضرتك او من كابتن فريق كابتن احمد الحمر علشان دايما يكون فيه الحالة اللي حراك بتتكلم عليها بالمناسبة بالمناسبة اه يعني 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 حضرتك الاهل فيه نجوم اه الزمالك فيه نجوم مم وعلى فكرة نجوم الزمالك اللي هو زي احمد والاحمر دا اي دور غير طبيعي مم خلال الاسبوع اللي فات دوت مم و với ناجل الزمالك كانوا معظمهم اللي هما في المتخب كانوا موجودين الاسبوع اللي فات في التجميع في التجميع للمنتخب مم بتعرفيش يعني كلهم عاوزين يجوا آآ سيف الدرع يحيا الدرع آآ آآ محمد بندوح حاشم آآ كلهم كلهم بصراحة يعني يعني عاوزين يجوا آآ سدعيم الفرقة لكن ظروف الدورات برضو الاوروبية هي اللي حالة عزال كلا لكن ان شاء الله احنا بنوعى الجمهور ندل الزمالك ان شاء الله ان شاء الله طبعا حاجة النتيجة في علم الغيب لكن بنواجد ان احنا ان شاء الله ناخد البطولة ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن حمد عبدالباري المدير الاداري لكرة اليد بنادي الزمالك تحياتنا لحضرتك وطبعا بنشكر كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الاهلي